موسيقى موسيقى أهلا بحبتكم سيدنا الكرام في لقاء يتجدد أسبوعين وبرنامج برنامج أوراق اتصادية كل عام وحضرتكم بخير ورمضان كريم الحقيقة العالم بيشهد في الفترة الأخيرة اضطرابات اقتصادية متعددة وإجراءات أيضا اقتصادية مختلفة كل دولة وكل مجموعة بتتخذها حسب الظروف المؤثرة عليها وحسب ما يتاح لها أيضا من فرص بالتأكيد الأزمة التي أصابت العالم من جراء وباء كورونا كانت لها تدعيات كثيرة وتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر هذه التدعيات لسنوات طويلة ولكن قبل أن تنتهي تدعيات كورونا جاءت الأزمة الأوكرانية الروسية والتي فرضت أيضا قيودا على الاقتصاد العالمي في مناحي مختلفة من ثم أصبح على كل اقتصاد أن يتخذ من الإجراءات ما يضمن له التعامل مع التحديات التي استجدت جراء هذه الأزمة في المستوى المصر وعلى المستوى المحلي والأقليمي مصر بالتأكيد هي واحدة من الدول الاقتصادات النامية التي تأثرت بهذه الأزمات سواء أزمة كورونا أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن سرعان ما كانت هناك إجراءات تحوطية واستراتيجيات مسبقة صرعت إليها الحكومة على سبيل المثال وصيقة ملكية الدولة وإجراءات أخرى إلا أنه لا تزال هذه الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على مناحي الاقتصاد المصري في هذه الحلقة سنفتح هذا الملف إلى أي مدى تصل أبعاد هذه الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري أيضا سنبحث إلى أي مدى يمكن إيجاد مخارج وحلول إمكانية تطبيق التجارب للدول النامية التي مرت بهذه الظروف الشبيهة في هذه الظروف دور الوفاعلية التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية في حالة هذه الأزمة الإجراءات التشريعات كل هذه الجانب سننقشها ونستعدها في حلقة اليوم ولكن قبل أن نبدأ النقاش دعونا نتابع التقرير التالي حول هذا الملف ثم نفتح ملف حلقة اليوم أبقوا معنا البنية التحتية المتطورة هي الخطوة الأولى في مسيرة تطور المجتمعات وتنمية الاقتصادية والمفتاح الأساسي لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأدركت مصر خلال سنوات الأخيرة ذلك وعملت الدولة على تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة ليس فقط المتعلقة بشبكة الطرق والكبير والنقل ولكن أيضا في إنشاء شبكة اتصالات حديثة وتوفير المعلومات ووضع الخريطة الاستثمارية وتظهر الأرقام والصدر عن مؤسسات محلية ودولية حجم الاستثمارات التي قامت أبيها الدولة بدخيها في مجال تطوير البنية التحتية وإنشاء بنية عالية الجودة وفقا لأعلى المعايير العالمية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وهو من عكس بالإجابة على جذب الاستثمارات الأجنبية وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبية في إفريقيا والشرق الأوسط ونتيجة لهذه الجهود أعلنت وزيرة التخطيط الدكتور هالة سعيد أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية على الأراضي المصرية وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية لفتة إلى وجود بنية تحتية وإشابة كالطرق وموانئ جديدة وطاقة وإيدي عمل ماهرة لتلبية جميع مجالات الاستثمارات شاهدين بعد أن تابعنا التقرير وتعرفنا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية سواء من جانب البنية التحتية أو الإجراءات التشريعية ومحاولة التسهيلات لجذب الاستثمارات لتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية دعوني نفتح هذا الملف ويسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة اليوم الأستاذ عادر عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات أهلا بحديك فاندن أهلا بحديك فاندن ويشرفنا أيضا دكتور فخر الدين الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمسطر السابق لصندوق النقد الدولي أهلا بحديك فاندن أشرفت بسيئة نسية الدولي أهلا بحديك أبدأ معاها دكتور يعني الأزمة الاقتصادية العالمية الحقيقة زي ما وضحنا في المقدمة هي كانت أزمة كورونا وتدعيات كثيرة إلى هذه الأزمة والاقتصاديين توقعوا أن هذه الأزمة وتدعياتها لن يتم حلحدتها إلا بعد فترة ما خلصناش من تحديات وتدعيات أزمة كورونا وجاءة الأزمة الروسية الكوروناية تقييم حضرتك في شكل عام للأزمة الاقتصادية العالمية اللي ترتبت على الأزمة تين بالفعل الأزمة الاقتصادية العالمية هي نتاج لتشابك أزمة كورونا مع الأزمة الروسية الأوكرانية ودول الاثنين ترتب عليهم طبعا يعني أثار وتدعيات على اقتصادات الدول بصفة عامة متقدمة ونامية وصعدة اللي هي ناشئة بالسمية وعشان كده بقول مصر يعني ليست استثناءا من هذه التدعيات بنرجع مرة تاني الاقتصاد المصري بصفة عامة أساسياته سليمة لكنها ليست بصلبة وليست بحشة وده احنا في الفترة اللي جاية يعني سوف يعني في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكالي الهدف منه هو يعني إعادة الهيكالة للإقصاد المصري حتى يكون أكثر صلابة ده اللي هو بالإصلاح الايكالي وأكثر مرونة يبقى القطاع الخاص للعبدور رائد في النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله طبعا ليه بقول أنه أساسياته سليمة بأنه قاعدة انتاجية متنوعة سواء كانت زراعة ولا صناعة ولا تشهيد وكهرباء وتعليم وسحة كل هذه القطاعات تضيف قيمة مضافة للناتج ما هوش أحادي أو ثنائي القطاع كمان حاجة تانية مهمة جدا وهو أن مصادر النقد الأجنبي للإقصاد المصري متنوعة خمس مصادر كلنا عارفينها صدراتي من البترولية أو غير البترولية ده نمرة واحد تحولات ولدنا من الخارج في سياحة بتاعتنا اللي بتأتي من الخارج قناة السويس ثم الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة كل ده بعيدا عن ما نسميه بالأموال السافنة التي تأتي وتخرج من أيام الدكتور فاروق العودة وهو محافظ للبنك المركزي كانت موجودة وخرجت في أثناء صورتي يناير 11 و30 يونيو 13 ثلاث سنين عجاف أسروا طبعا كان خرجوا في هذه اللحظة الأموال الساخنة ثم عادت وبرضو خرجت مع كورونا 17 مليار وتأثرت على سعر الصرف ثم استقرت الأمور وتمت إدارة هذا الملف أزمة كورونا في مصر بقدر يعني بحرفية وبالتالي عادت مرة تانية ثم أتت الحرب الروسية الأوكرانية وخرج 22 مليار دولار في هذه من الأموال الساخنة إذن الأموال الساخنة ما بتجيش لمصر بس هي تأتي لـ 45 اقتصاد ناشئ ولها دور بتقوم بيه في هذه اقتصادات الناشئة منها مصر يعني بترحب بهذه الأموال الساخنة لكن العبرة إزاي تدير هذه الأموال الساخنة بما لا يؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكل وعلى النشاط الاقتصاد بسفة عام فخروج 22 مليار هنا بنقول إن الأزمة الحالية بالدرجة الأولى هي أزمة نقد أجنبي لكن أساسيات الاقتصاد بتاعي أساسيات سليمة زي ما قلت تنوع القاعدة الانتاجية ومصادر النقد الأجنبي متنوع فبقول إنه يعني يعني ما حدوسوا انفراج ويمكن البناء عليها عاوزين نخليه أكثر صلابة وأكثر مرونة في برنامج هيستمر معانا بدعم من مؤسسة دولية كبيرة زي سندوق إنها دولي اللي هو هيستمر معانا أربع سنوات هذا البرنامج إصلاحات هيكلية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى علاج الاختلالات المالية في المؤشرات الاقتصادية لما نبص المؤشرات الاقتصادية التمانية المعروفة نمو معدلات نمو حقيقية الحمد لله كويس يعني إحنا متوقعين ما بين أربعة إلى خمسة في المية بالرغم من هذه الأزمات مع الأزمة يعني طبعا يقسم بالأزمة وتسرطها وده موجبة من أربعة في المية إلى خمسة في المية مع الأزمة دي بقى موجبة معدل أنه حقيقي موجب ناخد التشغيل اللي هو نقص وخفض معدلات البطالة الحمد لله مستمرة في إنه الاقتصاد قادر على خلق مزيد من فرص عمل على الأقل بنقول إنه بيصل إلى مليون فرصة عمل وبالتالي معدلات البطالة ما زالت بتعطي إشارة نحو الإنخفاض إلى تقريبا من سبع سنين وصلت للنص دلوقتي سبعة وثلاثة من عشرة في المية من قوة العمل ده نسبة البطالة بدلا ما كانت تلاتتاشر ونص من حوالي ست سنوات بالنسبة للعجز في الموازنة بنجد إن عجز في الموازنة برضو مؤشراته جيدة الدين العام يدرته جيدة وفي الحدود الأمنة بالنسبة للإحتياط البنك المركزي لم ينخفض يعني خلال هذه الأزمة بدولار واحد بالعكس الزاد بمليار دولار خلال الاثناشر شهر الدفاع ومزال المدفوعات يعني يعني فيابل بنسميه فيابل يعني في وضع ممكن وقابل للإستمرار عشان بس في حاجتين دول ستة جيدين فاضل الاثنين هما دول اللي فيها مشكلة معدل التضخم والغلاء والحاجة التانية سار الصار فدول انعكاس للأزمة أساسا أثروا على اثنين مؤشرين من التمانية التضخم والغلاء حقيقة فاقة يعني ليه؟ لأنه جاي من مصدرين المصدر أولاني الحاجة من بره جاي غالية فتضخم مستورة يعني كان سلع الاستراتيجية زي الأمح والأدوية والآخر ودي جاي غالية من بره طبيعيا وجاي غالية من بره ليه؟ والبترول وخلافه ليه؟ لأن سلاسل الإمداد العالمية حصل الله أخي الخال اغلاق كام وده خلى إجراءات التحوطية للدول أعتقد يعني تفوق الوضع الطبيعي يعني تغلق السلسلة الإمداد سهلة لكن عشان تتعافى وترجع زي ما كانت ده بتغطي يعني سنة سنتين في هذه الحالة ولذلك بقول لو فيه مكون من مكونات السلسلة دي ليه يعني مثلا العربيات لو فيه مكون واحد مش مرقاء الإلكترونية دي مثلا مش موجودة العربية موجودة بس ما يقوم عليها كله من السلعات كله وقتل هنا المعروض من السلع بره في العالم كله بقى فيه معروض قليل ويتلي أسعاره في العالم إحنا لما بنستوري الحاجة من براتي غالية كمان لما خرج 22 مليار زي ما بتدخل بتخرج ومن أيام قلنا من أيام 2011 من أيام الدكتور فاروق العودة يعني كان في البنك المركز من 2004 فبيحكي لي بيقول لي أنها كان بتدخل في الأزمة بتاعة السنوات اللي هجاء في الثلاث سنين بتواصل اللي هم الثورتين اللي قمنا بيهم في هذه الحالة خرجوا ورجعوا تاني فخلاصة الأمر بنقول أنه مسألة هي أزمة عملة النقدة النهاردة عشان كنا أنا لاجعت للسندوق أنا بمارس حقي مع سندوق النادي الدول بقول له أنا ليه فلوس عندك وأنا ضمن الدول القليلة اللي أشاهد سندوق النادي الدول سنة 45 وأنا من أعدم الأعضاء المنشئين للسندوق فأقول له أنا عايز تملالي الفجوة التامولية دي مع شركاء التنمية بالفعل السندوق أصلا للإتفاق بعد إيه بعد ثمن شهور من مفاوضات شقة ومريرة يعني فوصلنا للإتفاق فيه كان الكلام ده في ديسمبر اللي فات 16 ديسمبر وصلنا للإتفاق نهائي مع سندوق النقد الدولي وصار في الشريحة الأولى وفي هذه الحالة تعهدت تعهد شركاء التنمية والأشقاء في دول الخليج والسندوق النقد الدولي بأنه يملو الفجوة التامولية نتيجة خروج الأموال الساخنة اللي هو عملت الأزمة الأزمة وطلع على أساسها سعر الصرف أن الدولار زاد بمية في التقريبات بمية في المية مدى ما كان 16 إلا النهاردة من الكلام فده كله نتعالج إزاي نتكلم فيها بعدين أنا هتكلم في المعالجة برضو هروح للأستاذ عادم بالتأكيد طبعا أحد يعني أعمدة الاقتصاد القطاع الصناعي على وجه التحديد شايف حدك تأثير الأزمة العالمية على القطاع الصناعي والإجراءات اللي اتخذتها الدولة سواء يعني كان صادر قبل أزمة كورونا كان صادر قانون للإستثمار الجديد والامتيازات اللي بيحملها هذا القانون وصادر أيضا بعدها اللي هي وصكة ملكية الدولة ودي كانت من شأنها اشتركة مع القطاع الخاص لما نجي نحط الاتنين جنب بعض كإجراءات اتخذت من قبل الحكومة غير التأثيرات طبعا المتعددة والمبادرات وما إلا ذلك اللي اتخذت يعني التأثير كان ازاي ودور وفعالية ما اتخذ من إجراءات لمعالجة هذا التأثير بص عدركة وإحنا طبيعي إن الأزمات دي المفروض إن الإدارة الجيدة بتتعلم منها وتستفيد منها طبعا مش هنعيد إن تلاحوا من الأزمتين الأزمة كوفيد-19 مع الحرب الروسية الأوكرانية سببوا أزمة إقصادية عالمية كبرى وطبعا إحنا مصر تأثرنا بهذا بشكل جميل يعني عشان نعرض بعض التأثير لروسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي والارتباط معامل لارتباط الاقتصاد المصري بهذه الأزمة لنا نتخيل إن مثلا إن 30% من صادرات القمح كان بتأتي من روسيا وأوكرانيا 17% تقريبا من الشعير والزراب برضو من روسيا وأوكرانيا 55% من زيت عباد الشمس من روسيا وأوكرانيا إحنا بنذكر الحاجات دي تحديدا ليه لأن الحاجات دي هي اللي فيها أزمة لمصر وإن مصر كانت مرتبطة بهتين الدولتين بشكل كبير جدا يعني هم نقول 30% من صادرات القمح من الدولتين دول مصر كانت بتستورة 80% من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا فلنا أن نتخيل تأثير الحرب الأوكرانية الروسية الصدمة ما كدناش نتعافى من أزمة كوفيد 90 وجات صدمة روسيا وأوكرانيا وأعتقد إن تأثيرها على مصر كانت من الدول التي تأثرت بشكل كبير طيب إحنا نستفيد من الكلام ده إزاي أنا شايف إن الدولة أكتر حاجة من خلال المتابعة على أرض الواقع إن أكتر حاجة لابد أن تهتم بها الدولة وهي فعلا خدت فيها خطوات إنه توفير الغذاء والطاقة الحاجات التانية طبعا كان فيه أزمة كبيرة جدا في السيارات كان فيه أزمة كبيرة في حاجات تانية إنما هذه الأزمات يمكن التعايش معها إنما أزمة الغذاء زي ما شفنا مثلا أزمة الأنحى أزمة العلاف أزمة الزيوت دي حاجات في الغالب لا يمكن التعايش معها الطاقة الحمد لله مصر من فترة من بداية مرورة كان بداية تاجة اللي أنت بمركز أكليمي للطاقة فكان فيه جراءات تحوطية متخزة بداية من ترسيم الحدود والتركيز على الاكتشافات اللي حولتنا الحمد لله في الاستمرارات في الغاز من مستهلك إلى مصدر طبعا لنا أن نتخيل إذا حدست هذه الأزمة في الغاز وشفنا تأثيرها على أوروبا وإحنا كنا مستورد في هذا الوقت طبعا دي فايتنا بشكل كبير جدا إحنا في الطريق إلى إن شاء الله الاكتفاء الزاتي من منتجات البترول من البنزين وخلافه في الطريق إلى الاكتفاء الزاتي من هذه المنتجات إذن في مثل هذه الأزمات في المقام الأول أنا شايف أنه كان حيفرق كتير جدا معنا إن لو إحنا مكتفيين إحنا فعلا نكون مكتفيين من الغاز إنما في بعض أنواع الغذاء يعني زي القمح أو الزيوت لو إحنا عندنا اكتفاء الزاتي من هذه المنتجات كان حيبقى التأثير أخف بشكل كبير جدا علينا فما نتمنى إن شاء الله إحنا شفنا بالنسبة يعني زيارة الحضارة أذكر إحنا ابتدينا نعالجي الكلام ده ابتدينا نشوف تصريحات أن المساحة المنزرعة مثلا من الزورة الصفراء هتتفع بحوالي 500 ألف فدان لتعويض الأعلاف موضوع الزيوت ابتدى بعض التعاقدات مع ماليزيا لإنشاء مصانع للزيوت لأن إحنا بقلنا فترة كبيرة جدا بنسمع أن إحنا مستوردين للزيوت بحوالي 92% من الاستهلاك من الزيوت العالمية طبعا لابد الاستفادة من الأزمة الماضية في تغطية هذه الفبوات لأنه زي ما قلت لحضرتك الناس هتقدر تعيش يعني وفي أزمة في العربيات في ارتفاع في أسعار السيارات إنما مش هتقدر تعيش لو في أزمة أو نقص في الغزاء أو الطاقة اللي هما الطاقة اللي هي المحرك الرئيسي طبعا للحياة حرجا دكتور فخر حاليك هتحدثت عن الموات الساخنة بتدخل وبتخرج وده أمر تقليلي مع أي اقتصادات نشئة نرجع بقى للدور التاني اللي هو الاستثمارات والتكتلات الاقتصادية اللي ممكن تتعامل مع حالة هذه الأزمة وتتدخل ده طبعا بيكون حالة من التعاون الدولي وده أمر مشروع في ظل الأزمات دور الاستثمارات شايف حاليك ممكن يكون فاعل إلى أي مدى سواء الاستثمارات الجذب الاستثمارات الأجنبية أو القطاع الخاص والإجراءات وهل ممكن تكون هناك إجراءات استثنائية ظرفية ترتبط بهذه الأزمة من قبل الحكومة لحين تجاوزها؟ هذه الإجراءات مش هنالك بتأكيد طبعا يعني الجذب الاستثمارات؟ بتأكيد يعني احنا بنلخص مناخل السمار في خمس مكونات أساسية المكون الأولاني هو التشريعات تشريعات تحديث التشريعات واستقرار كنا مديكلم قبل الحلقة بالفعل مع المهندس سعادة العفتاح في أنه مهمة أو التحديث لأن عندنا تشريعات تكون قديمة جدا يعني تصل إلى 100 سنة و50 سنة إلى آخره فبالتالي احنا في البرلمان يعني تقريبا يعني في كل دورة دورة الانقاد في الخمس سنين الفصل التشريع ده كله بنعملية تحديث التشريعات لأنه البرلمان رقابي وتشريعي صحيح ده نمر واحد الحاجة التانية وهي البنية التحتية طب معنش قبل منعدي النقطة الأولى هنا وصيقة الكنوسس مار الجديد واللاحة التنفيذية بتاعته نعم هل هي ما أتمتش هذه سدة هذه الصغرة والله يا فندي احنا لسه يعني الأسبوع اللي فات كنا يعني تم إقرار بشكل نهائي مثلا قانون بقاله 40 سنة كان فيه شركات للمحمول اللي هي البرندات العالمية الكورية والفنلندية وغيرها فيه حوالي 3 أو 4 شركات بالفعل بدأوا الإنتاج من أكتوبر اللي فات في تليفون المحمول وبالتالي في هذه الحالة بس كانوا لهم طلبات بالإضافة طبعا مناخ الاسمار وأنه ممكن يعني قانون الاسمار مهم جدا وعمل برضو يعني تحفيز للاستثمارات لكن الاستثمارات لما جات قالت طب والله أنا عاوز أنفز إلى أكفي الاحتياجات للسوق المحلي في مصر وأربعين في المية من الانتاج بتاعي يصدر إلى خارج مصر خاصة القرى الأفريقية ودول الشرق الأوسط وبالتالي في هذه الحالة طب إيه المطلوب فالمطلوب كان رسم التنمية 5% على مكونات تليفون المحمول وعلى التليفون المحمول نفسه المنتج النهائي فعلشان إيه؟ علشان يقدر يكون أكثر تنفسية معنى آخر السعر وكمان على المنتج النهائي تتشارل برضو 5% اللي هي رسم التنمية فبالتالي عشان يقدر ينفذ إلى الأسواق المحيطة لكلمية القرية لأنه براند معروفة عالمية في هذه الحالة فأقرينا هذا إبقى ده حاجة تخفيضة حسب الاحتياجات المستثمر اللي الموجودة حاجة تانية الشاشات البرضو الخاصة بالكمبيوترات والتابلت والمحمول برضو الشاشات بيتحكم ومسائل فنية كده بحيث أنه كمان الجمرق بقى المرة دي مش رسم التنمية الجمرق بحدود 5% لحد 30% التشريع خليها 2% الحكومة كانت مقترحة 2% اللي هي وزاعة المالية نفسية لأول مرة بنشوف وزاعة المالية مش لأول مرة يعني هناك بتتعامل مع الزرف يعني كل فئة على حد 2% مع عفاء بقى المكونات نفسية مع عفاء المكونات من الضريبة الجمرقية في هذا يعني احنا ماشيين كلما يأتي المستثمر ويكون ليه بعض المتطلبات في إطار القانون نفسه الاستثمار احنا نلبي هذا طبعا ده قطاع خاص ده قطاع خاص أجنابي بالإضافة لقطاع الخاص المصري طبعا ما ننساش انه وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع لازم نكمل تتقال كده وثيقة سياسة ملكية الدولة مفروض نضيف لها ايه وتشجيع القطاع الخاص هي معمولة على سياسة عشان القطاع خاص ان الدولة تتخرج مش معناها تتخرج انها بتبيع كل حاجة لا تتخرج معناها في جزء ممكن يبقى حصة أقلية يبقى المستثمر العربي ولا الأجنبي يدخل لانه محتاج نقد أجنبي في هذه الحالة يدخل لها حصة أقلية ما بين 5-31 في الناس هي متصنفة يا دكتور اعتقد المشروعات في نسبة طبعا دي مشروعات المقاومة فيه مشروعات الدولة تخرج من فتخرج من أنشطة يدخل القطاع الخاص تقريبا في حوالي أكتر من 70 نشاط وفيه تخلي كامل فيه تخلي كامل فيه اللي هو المشاركة اللي الدولة الدانية موجودة مع تخفيض النسبة بتاعتها لصالح القطاع الخاص والعكس في هذه الحالة فالوسيقة دي بعد المراجعة من أصحاب المصالح سواء كانوا اتحاد الصناعات سواء كان مجالس التصديرية لا مستوى المحلي أعدوا تلات حش والأكاديميين والخبراء قعدوا مع والتحاد اللي هو يعني اتحادات المختلفة فيها أصحاب المصالح كلهم قعدوا تلات شهر يناقشوا مع الحكومة ودولة رئيس الوزراء وفي النهاية استقروا على الصيغة النهائية قررتها الحكومة ودولة رئيس الوزراء ثم يعني وافق عليها فخامة الرئيس عفتاح السيسي وأصبحت ده معناها احنا جد احنا بنتكلم بتنفذ بتتعامل لا احنا بنقول ان دي وثيقة دستور هنمشي عليه تمام وبالتالي فيها هلالعبرة كنا بنتكلم عن المهندس عفتاح في انه العبرة بالتنفيذ فبالفعل لما النهاردة الحكومة وفخامة الرئيس يعني يقر هذا يبقى وده جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكالي اللي مع صندوق النادي دولي هنستمر ده برنامج وطني بتاعنا احنا اللي حطينه والسندوق يملأ الفجوة التاملية اللي مهمة جدا لان برنامج الإصلاح لابد من تمويل ليه وبالتالي وملء الفجوة التاملية فعلى هذا الاساس اصبح جزء مهم جدا في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح اللي شغال دلوقتي وهنا استمر لمدة 4 سنة وهنا استمر فيه ما بعد برضه فالليه استراتيجية لانا الإصلاح الاقتصادي بناهج حقيقة يعني كل الدول اللي تقدمت للإصلاحات مستمرة في هذا ليه لانه فيه مستحدثات دايما وظروف صحن وطبعا مع الألفية التالتة دي فيها أزمات كتيرة جدا ولا نستبعد ان يكون مثلا فيه طغيرات ملاقية قادمة وخلاص في تجارب أمليكية بقى سابقة يعني لعزمة كورونا هذه عزمة وابئية وحرب الشاطر النهاردة اللي يعرى في دير المخاطر ناجمة عن هذه الأزمات والصدمات التي يتعرض لها الإقصاد العالمي في هذا ومن ضمنها الإقصاد المصري طيب ده هاخد تكلام حضرتك وانروح لأستاذ عدل استاذ عدل يعني كتير من الخبراء بيدربوا مثل بالتجربة المغربية والإماراتية في ظل هذه الظروف يعني كان هناك عدة امتيازات للقطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية تمام وبالتالي هي زي ما أوضح الدكتور فخري ان هناك إجراءات وابل فعل اتخذتها الحكومة المصرية والبرلمان وتعديل في التشريعات وإعادة هيكلة للعديد من القطاعات شايف حالك فرصة القطاع الخاص في هذه الفترة إلى أي مدى تصل وقدرة القطاع الخاص أيضا بالعمل بخلق الشركات مع القطاع العام على تجاوز هذه الأزمة وصولا إلى المستهدفات للصالح للجهتين سواء القطاع العام أو القطاع الخاص طيب جميلة فأنا بحضرتك ضربت أمثلة بدولتين بتجربتين المغرب والإمارات قبل ما نخش في أمثلة من هذه الدولتين بس نقول إن إحنا في التشريع محتاجين تبسيط وتثبيت وتحفيز التلت كلمات دول إذا خدناهم بثقة لابد إن إحنا ندي ال�ثقة للقطاع الخاص القادم في إنه هيخش يعمل دراسات الجدوى بتاعته ويحط أمواله بناء على أمور مستقرة طيب إذا تكلمنا بقى زي ما حضرتك هناخد من المغرب ومن الإمارات هناخد من كل حاجة مثل ونقارن ما بين أو اللي إحنا عايزينه في مصر طيب دولة المغرب مثلا إذا تكلمنا عن صناعة السيارات في دولة المغرب تقريباً تقريباً هي بدأت جدياً من 2012 إحنا مبتديين كان عندنا النصر عربية نصر من سنة 1960 طيب دولة المغرب من 2012 عملت إيه عملت إعفاء جمرقي وضريبي لمدة خمس سنوات لصناعة السيارات إحنا عندنا أما نقارن بالكلام ده بنتكلم عن إن لأ إحنا كده بنهدر أموال وبننظر للأسف في بعض الأحيان نظرة قصيرة إن إحنا هنهدر مثلاً من الجمالك والضريب إذا طبقناهم على المعدات وعلى السيارات هنهدر حوالي 100 مليون دولار طيب المغرب حالياً صدرتها من السيارات وصلت إلى حوالي 10 مليار دولار تاني دولة على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العالم الـ 28 ومع العلم فقط هذه الإحصائيات غير محدثة النهاية دي في سنة نهاية 21 حيث تقدم السسناء مؤقت لكن في النهاية مردود هذا السسناء هو نعمل شكل أشكال التعويض طب فيه ضامن يا أستاذ عاد اللي هذا الأمر يعني ما فيه مستثمر بييجي يعني أوزر المقاطعة في النقطة دي تحديداً فيه مستثمر بيدخل وبيحط فلوسه وبيشتغل للفترة وبيجي بعد الخمس سنوات وبيمشي يا أفنم الدولة فإضا الضامن في الموضوع ده إن المستثمر إذا لقى الجو مستقر ولقى أرباح عمره ما حيمشي القطاع الخاص أنا دايماً بتكلم حتى مع الناس اللي شغالين معنا في القطاع الخاص بقولهم يا جماعة القطاع الخاص دائماً بينظر لمصلحته إذا لقى مصلحة بيحافظ على المكان اللي هو فيه وبيحافظ على العمالة اللي معاه وبالعكس بيزيد من رواتبها وما إلى ذلك طالما فيه مصلحة القطاع الخاص بيختلف عن الحكومة تماماً فإذا كان القطاع الخاص لقى فيه العوامل الأساسية اللي اختصطانا بشدة اللي هو التبسيط والتثبيت والتحفيز إذا لقى الحاجات دي مستمرة وما فيش تغيير ما فيش الحكومة يعني دماغها لعد بعد بعد ما لقيته التثبيت إزاي مع المتغيرات اللي ذكرها أيضاً يعني دكتور فخري قالك إحنا بنا نتعامل مع المواقف على حسب ما تطرق من ظروف ومؤثرات وفهناك متغيرات دائماً المتغيرات زي أدرع من التثبيت التثبيت في الأعباء ما أقصد بالتثبيت التثبيت في الأعباء الضريبية على الأقل والقوانين إنما يجيش أنا أحسب حساباتي كقطاع خاص على شيء معين وبعد كده أبص لاقي ابتكار نوع من أنواع الضريبة يمسني ويضيع لمصلحتي دي مثلاً كمثل يعني دي أقصد التثبيت التحفيز زي ما قلنا إنما يبقاش النظرة قاصرة أنا إذا أديت إعفاء ضريبي وجمرقي ههدر أموال كذا لا ده أنا إذا بالكتير إذا أهضرت 200-300 مليون دولار بالنسبة لتجربة المغرب هي عندها تصدير بعشرة مليار دولار عندها عمالة في قطاع السيارات يتخطى المتين ألف عامل تخفيف للبطالة دي تجربة من التجارب اللي بقول نحنا المفروض نقتضي بيها لا أقصد بذلك في صناعة السيارات نقصد عمتاً طيب الإمارات اليومين دولوا إحنا بنتكلم في اكتتاب لأدنك للغاز في الإمارات أدنك للغاز إذا تحدثنا في مصر عن شركة بقيمة أدنك للغاز في الإمارات الناس التغني أنتم بتبيعوا البلد لابد أن هذه النغمة تنتهي تماماً الاستثمار لابد أن ينتهي منه هذه النغمة بالضبط كده أدنك للغاز شركة وقيمة 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 طبعاً بالضبط أدنك للغاز تم طرح 4% منها تم زادتهم إلى 5% تم استقطاب أو طلبات الاكتتاب في أدنك للغاز في 5% حجم الأموال اللي تم دخها كطلبات في هذا الاكتتاب 124 مليار دولار والرقم صحيح يعني 124 مليار دولار لك حضرتك أن تقارن بين هذا الرقم وبين رقم ديو مصر اللي قريب يعني طبعاً مشكلة ده ما دي كانت طلبات فعلاً موجودة وده أنت بتكره حدث عن قطاع واحد قطاع واحد 5% من شركة طبعاً هو ما تمش البيع كده إنما دي كانت الطلبات المستعدة إحنا عندنا في مصر شركات ممكن تقوم بهذا تقوم بهذا الطرح وهذه الكتبات عندنا شركات شبيهة ما عندناش صحيح أرامكم وما عندناش أدنك إنما عندنا شركات شبيهة ممكن تجهزها منها على سبيل المثال اللي بتتكلم عليها رئيس اسمين فترة شركة العاصمة الإدارية مثلاً ما احنا بندور على الحاجات اللي احنا عندنا عناصر قوة فيها يعني عندنا عناصر قوة فيها نقدر نعمل فالصدو بس من ضرب المثالين دول إن هو ما نبصش تحت رجلين لحصيلة ضربية أو حصيلة جمركية لا اللي جيه بيجي عشرات الأضعاف من التصدير وتشغيل عمالة وما إلى ذلك تاني حاجة عمليات الخصاصة اللي كل ما بنتكلم فيها ولينا في مثل يعني مثل كوميديا سوداء في الموضوع ده في موضوع لو نتذكر خصخصة عمر فاندي من كذا سنة طلع بعد الناس وتغنوا البيع التاريخ أنا بصراحة كنت فيه منتهى الاستغراب إن سلسلة متاجر عمرها 200 سنة في مصر اللي مصر اللي عندها أصار من 7000 سنة فرعونية وإسلامية بنتكلم عن 200 سنة من التاريخ ده طبعا بيبقى وراه يا إما ناس للأسف الشديد يا إما مغرضة يا إما مغرضة يا إما جاه وإحنا شفنا أحد اللي كانوا بيتغنوا ده تم للأسف الشديد تم القابض عليه فقضية ابتزازه والحكم بحفصه نعم فنبد أن نغير الوجهة الفكرة بالنسبة الرأي العام والثقافة كما زينا هرجع الدكتور فخري دكتور فخري دور شركاء التنمية حضرتك تحدثت عن صندوق النقض الدولي كجهة لكن هناك شركاء التنمية هناك تكتلات تقصدية وبتأكيد المنفعة متبادلة ما بين شركاء التنمية في هذه الظروف طب إذن دور شركاء التنمية شايف حضرتك إزاي يكون فاعل وهل هناك يعني إجراء من قبل الحكومة المصرية أو إجراءات قد تتخذ لتفعيل وتطوير هذا الدور أو الإضافة عليه لأحداث المسندة المطلوبة في هذه الظروف طبعا من نسبة يعني شركاء التنمية دورهم مهم شركاء التنمية دي أقول هم يعني عندي قريا عالميا بخلاف صندوق الناد الدولي ده وضع مختلف لأنه ده مهمته مختلفة عن باقي شركاء التنمية شركاء التنمية البنك الدولي إن شاءه تعمير اللي بيضم 190 دولة هم نفس الأعضاء الموجودين في صندوق الناد الدولي والبنك المجموعة البنك الدولي هم يعني مجموعة فيها اللي بيقرض البنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية ده ده الأساس بتاع البنك الدولي وفيه عندنا مؤسس تمويل الدولية دي بتقرض القطاع الخاص هي تابعة البنك الدولي ضمن المجموعة بتاعتها يعني البنك الدولي للإعادة الأعمار والتنمية ده البنك الدولي بيقرض الحكومة بس وبيقض بأسعار فايدة ميسرة في هذه وميسرة إذا كان دولة منخفضة الداخل بيبقى سعر الفايدة تقريبا قريب من السفر نصف في المية مصاريف إدارية ربع في المية إذا كان دولة متوسطة الداخل في هذه الحالة برضو بيبقى تقريبا تلت سعر الفايدة في الأسواق المالية يعني ما يتمرش على أي موازنات يعني ويبقى الفترات طويلة في هذه الحالة يقدر لأنه التمويل بتاعه بيبقى يقدر يستحمل البنك الدولي بمجموعة يقدر يستحمل فيه هذه الحالة في عندنا كمان مؤسسة التنمية الدولية الايدة اللي هو الانترناشن ديبلب اسوسيشن ده كلها مجموعة البنك الدولي الحاجة التانية وهي البنك الافريقي للتنمية مصر اللي هي تاني مساهم أكبر مساهم فيه رأس مال البنك الافريقي للتنمية من ده من سنة 64 عندنا البنك الاوروبي اللي قدت العمار والتنمية اللي هو شبيه البنك الدولي بس على المستوى القارة الاوروبية احنا مساهمين في رأس ماله برضو في عندي البنك الاسيوي للبنية التحتية احنا مساهمين برضو في رأس ماله فعندنا البنك الاسلامي للتنمية الموجود في جده على مستوى الدول الاسلامية مصر برضو لها مساهمة في رأس ماله عندنا الصندوق الصندوق العربي الانماء الاقتصادي والاجتماعي ده شبيه البنك الدولي تحت مظلة جامعة الدول العربية اللي هو الدول العربية في عندي صندوق النقد العربي يعني كل كل الجهاد دي كل دي نسميها شركاء التنمية احنا مساهمين في روس امالهم بلازم يعني هل انا مساهم في روس امالهم وجاها مثلا لا لا عشان في وقت الازمات صحيح فاحنا في ازمة حاليا وكورونا كانت ازمة عالمية ازمة بيئية عالمية والازمة الحالية الرئيسية الاوكرانية مع تدخلها مع كورونا قدت الى ازمة اقتصادية عالمية فيبقى انا لازم امارس حقي فانا مارست حقي لما لقيت ان 22 مليار خرجوا من هذه الاموال الساخنة اللي هي بتدخل وتخرج من ايام زمان وفي 45 اقتصاد ناشئ مش في مصر وبس فأثر علي في هذه الحالة عشان كده بقول انه يعني شركاء التنمية بيدوا تمويلات في البنية التحتية بالذات مهمة جدا انا كهرباء مثلا هذه بنية تحتية الكهرباء هي بتاعة القطاع الخاص بتاع الصناعة النهاردة محرك 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 الاقتصاد كله يعني الطاقة نفسية الكهرباء عندي كمان فيما تعلق بمحطات المية طبعا المية لازمة لكل الانشطة في هذه الحالة الصرف الصحي لازم لكل الانشطة تحليت مياه البحر اذا كان عندنا نضرة في المية يبقى المدن السحلية نقدر ان احنا في هذه نحلي المية البحر بدلا ما نستغل المياه الاخرى في هذه لان فيها نضرة عشان كده بقول طب والزيادة السكانية اللي هي التكدس الديموغرافي احنا تقريبا ركبين فوق بعض هنا في القاهرة يعني اللي بتروح فوق مستوى الكسافة مسط البلد المقاسي طبعا اللي هو القاهرة اللي هي الفاطمية القاهرة كانت 30 مليون بان في القاهرة بس يعني دخولوا كمان انا اشجل المدن الجديدة النهاردة زي ما اشار المهندسة هادفتها ان العاصمة العاصمة الادارية الجديدة يا شركة عجبني الكلام بتاع البشمال مهندسة هادفتها انه يعني لازم ان احنا حكاية الطروحات دي مهمة جدا ما احنا شفنا ادنك الاماراتية دي عملاق وزي ارامكو السعودية عملاق ولو استثمره اعتقد بيكون مفتوح مش انا اللي بفرض على المستثم اللي هو اللي بيجي بيختار انا عندي تنوعات يجيب لك نقدة اجنبي بشكل فاحنا بدنا عندنا يعني طروحات مهمة جدا وبنجد يعني الرأي في بعض يعني السوشال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي بيبقى مغرضة احيان لا عجبها كده ولا عجبها كده يقولك لما تكون في ايه للحكومة يقولك في ايه دار للمال العام لما تتاخ وبعدين العائد منها بصير هو الاستثمار هو الاستثمار هو الاستثمار هو الاستثمار جزء يقولك ده با بيع الدكتور هو فيه فصل كبير طبعا بالكلمة خسخصة واستثمار لا فيه فصل يعني اثمارت داخل اه الترحات يعني الخسخصة هي جزء صغير من الايه من الترحات الترحات تبقى منها مشاركة الحكومة لو انا بتخرج نهاية والقطاع الخاص واللي بدخل يبقى دي نسميها خسخصة نقضى لما الخسخصة يعني غير يعني جزء صغير جزء وحسب الوثقة ملكية الدولة فيه نسب لها دولة طب دكتور دحي خانية نقل لك انه مهم جدا شركات ازاي تتعاملهم على قدم المساواة ما خافش منهم ما خاف منهم ليه ده انا مساهم في رأس مالهم فلازم استفيدهم مش وجاهة ان انا اكون هدو فيه ده انا مساهم في رأس مالهم اليوم يعني امره طبيعي جدا انه يحصل تداول يوم جنيه مصر ولذلك النهاردة بقول انه لازم اخد من ايه امارس حقي في هذه الحالة لانه الاولا القطاع الخاص مش هيقدر على البنية التحتية ما هيقدرش ولو انه مؤخرا قد يكون مشارك يقدر شارك يقدر زي بنبان مثلا طاقة شامسان بنبان ايما القطاع الخاص وهو اللي بيجيب هو اللي بيقترض مش الحكومة وهو ده نموذج ومسال ممكن يكون تعليمه اه مثال مهم جدا يعني البنك الدول بيعتبره انه هو يعني النموذج جيد للعالم انه القطاع الخاص هو اللي بيقترض مش الحكومة ويعمل هذه المحطة وطاقة الرياح كمان هو اللي بيقترض هو اللي بتحمل المديونية مش انا مش الحكومة بس الحكومة بتقرب منه الكهرباء بتعريفة محددة بالاتفاق حسب تفاصيل الاتفاق لاسه فلاصده فيه صور عديدة جدا ينزل على لشركات تنمية بيقوموا به ده خلينا اسأل سؤال اخير استاذ عادل قدر فرص بقى اذا على ما اوضحه الدكتور فخري فرص شراكة المتاحة امام القطاع الخاص في هذا التوقيت تحديدا يعني كتير من الخبراء الدوليين والمحليين ايضا هم والاقليميين شايفين ان هناك فرص واعدة لابد من استغلالها قبل فوقت الاوان وضع هذه الفرص الشراكات مع الدولة بمختلف المناحة والقطاعات وصف ان احنا في وض في وقت حريج جدا الحكومة قدت مع عليها في موضوع البنية الاساسية اللي التاريخ بيقول الطرق والكباري والكهرباء والمية والحاجات دي كلها بتبقى مقدمة لانتلاقة اقتصادية الحكومة عملت دي كله بس لابد نسير في خط موازي لإطلاق يد القطاع الخاص لابد الشراكات ويمكن المثل اللي ضربه طبعا دكتور فخري بمشروع الطاقة الشمسية في اسوان ده مثال حي للشراكة مع القطاع الخاص وان القطاع الخاص بيقوم بحاجات في البنية التحتية ومع ذلك لابد من اطلاق يد القطاع الخاص عمليات الخاصخاصة والمشاركة الحكومة زي ما قلت الحدثة قامت مع عليها قدت الدفع القوية اللي ما كانش حد حيقدر يدهلها من سنة 2013 محدش في القطاع الخاص ولا السنديق حتى اللي عندها القدرة كان عندها الجرأة انها تضخ هذه الاموال في البنية التحتية والمشاركة الحكومة قدت مع عليها المفروض حاليا يبتدي يستلم القطاع الخاص حتى لي رأيي في عمليات الخاصخاصة وشراكة القطاع الخاص في ملكية الدولة وما إلى ذلك أنا في تقديري الشخصي ان القطاع الخاص بيكون عنده تخوف ان يدخل شريك في ظل إدارة الدولة إدارة الحكومة في تقديري ان المستثمر اللي هيخش بحصة 20% أو 30% في رأيي الشخصي ان تعطى له الإدارة لأن هو إدارة القطاع الخاص ده مش يخيرك محوظ ده مش يخيرك في العرف الدولي في النظم في الشركات يعني هو يعني احنا بنسمع انتبعنا بتكلمش كمتخص فأنا عرف ان انا منشارك حضرتك في محل صغير يبني اولي اياه 51 في الماء عشانا قدر اكون وده حسب بوفق تنظيم وثقة ملكية الدولة يا فندم حضرتك حضرتك عندك 80% في محل حل صغير وانا دخلت بعشرين في الماء وحضرتك اديتنا للإدارة لأنني حاسس ان انا اكتر كف مفيش ما يمنع يعني اذا ما سألت الإدارة دي تعتبرش معاوض او تخلق بعد كده بالتقدير يا فندم الشخصي ان احدى الحواجز النفسية والخوف من ان المستثمر يدخل بحصة في ظل إدارة حكومة الحكومات على مستوى العالم كله مش الحكومة المصرية فشلة في الإدارة بتحكمها الحكومة ممكن تملك تراقب تشرع انما تدير ده شيء يعني لا بد ان ترفع الحكومة يدها عن هذا يعني بالترخيص بالبساطة كده انت عايز عليك المتخصص الزبط كده في المعني بالأمر هو اللي بدير طب ما هو ده خايف على فلوسه يعني بالبساطة كده وده خايف على فلوسه ما الحكومة خايف على مبتلكات الدولة وهي الحاملها الرسمي والقطاع الخاص هو عايز يعني أقدم الحكومة فوق حضرتك أفراد بيخشوا مع بعض الشركة ممكن أغيب إنما الحكومة فوق هي عندها التشريع وعندها الرقابة إذا لقيت الحراف هتصحح الكلام ده إنما برضو تاني يعني نعيد تاني اندي صاحب المال صاحب الطاقة يريد النجاح اللي حطت 20% في مشروعات ضخمة بمليارات هيكون حريص جدا وهو داخل كف لأن الحكومة مش هتدخل مثلا في إدارة محطة قهرباء مش هتدخل واحد بتعمية لأ هتدخل المتخصص اللي عنده خبرة وعنده قدرة على إدارة هذه المشروعات الحقيقة أتمنى إن هذه الحلقة تطول والاستفادة والتوضيحات لبعض الجزئيات اللي بتشغل الرأي العام وبتشغل متخصصين كتير وربما للأسف يعني في كتير من المتخصصين بيكون بتغيب عنهم بعض النقاط فهنا استوضحنا نقاط كثيرة في هذه الحلقة وأنا تم وإن شاء الله هنتواصل في توضيح وتوعية بهذه الجوانب وفي نهاية حلقة اليوم أنا بشكر حضرتك أستاذ عبدالفتاح عضو اتحاد الصناعات شكرا وشرفتنا وبشكر دكتور فخري فخري الدين الفخري الدين الفقي أستاذ اقتصاد بجامعة الكاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي شكرا يا دكتور وشرفتنا وإن شاء الله أنا تمنى بإذن الله يعني الخلاص من هذه الأزمة والخروج من كما يقول عنق الزجاجة بإذن الله شكرا يا فهد والعام شكرا 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 الكرام دي كانت حرقتنا هذا الأسبوع من أوراق صديق للقاء الأسبوع القادم وملف جديد دمتم في أمان الله